يعد الزبيب واحد من أبرز الفواكه المجففة المليئة بالفيتامينات والمعادنة التي تعمل لإلاج العديد من الأمراض والوقاية منها كما يوفر الحليب كمية كبيرة من الكالسيوم وإضافة البروتين والفيتامينات وفي هذا الفيديو سوف نتعرف إياكم على فوائد تناول مشروب الحليب بالزبيب على الريقة وطريقة الاستخدام تكون من خلال إحضار ملعقة صغيرة من الزبيب حوالي 10 حبات ثم قم بغسلها بالماء الدافئ وتسخين الحليب قليلا وأضف إليه الزبيب المجففة وعندما يبرد المشروب قم بشربه صباحا على الرئيق قبل وجبة الفطور بنصف ساعة من أهم فوائد شرب الحليب بالزبيب أنه يمد الجسم بكيميا كبيرة من البروتينات والكالسيوم بالإضافة إلى المعادن المختلفة مثل النحاس والسلينون والميغانيسيوم مما يمنح العظام الدعم الكافي والقوة كما يحتوي هذا المشروب على كمية عالية من عنصر البرونا الذي عامعا مع فيتامينتي والكالسيوم في الحفاظ على صحة العظام والمفاصل كما أنه يلعب دورا وقائيا من هشاشة العظام الإمساك من المشاكل الشائعة والمزعجة للغاية ويمكن لمشروب الزبيب مع الحليب أن يساعد في حل هذه المشكلة خاصة إذا تم تناوله في الصباح الباكرة فهو محمل بالألياف الغذائية الغير القابلة للتوبان لما يجعله ملينا طبيعيا يحسن حركة الأمعا ونساهم أيضا في حل بعض مشاكل الجهاز الهضم الأخرى مثل آلام البطنة من فوائد شرب الزبيب مع الحليب أنه يساعد في علاج مشكلة فقر الدم حيث يحتوي الزبيب عدن سبع عالية من الحديث وهو عنصر ضروري للجسم من أجل تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء مما يحسن طورة دموية كما يحتوي أيضا عدن سبع كافية من فيتامين سي وهو أحد الفيتامينات التي تحافظ الجسم على امتصاص الحديث يحتوي مشروب الزبيب بالحليب على العناص الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعدن بالإضافة إلى المركبات الأخرى مثل مضادات الأكساذ والبوليفينول وجميعها تساعد في محاربة الجزر الحرة في نظامنا وتمنع من التسفب في أدرات أكساذية لخلاينا بما في ذلك خلايا الدم البيضة التي تشكل عمود الفقر لجهاز المناع كما يحتوي المشروب أيضا على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى المختلفة شرب الحليب الخالدة سمع الزبيب له أهمية كبيرة في خفض مصة والكلسر للطار في الدم مما يقلل من احتمالات الإصابة بتصلب شرين هذا بالإضافة إلى احتواء علين سبعية من البوتاسيوم وهذا المعذن كما هو معلوم هو موسع طبيعي للأوية الدموية يعمل لإرخاء الأوية الدموية ويحسن طور الدموية وبالتالي يحمل من ارتفاع تقضي الدم والإصابة بأمراض القلب من أكبر وأهم فائد مشروب الزبيب مع الحليب أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة للأذاء العنشطة اليومية لاحتواء على الجولوكوس والفروكتوز مما يمد الجسم بالحيوية والطاقة اللازمين لذلك إذا كنت تعاني من الإرهاق يمكنك تناول هذا المشروب حيث سيساعدك على الحصول على الطاقة يحتوي المشروب الزبيب بالحليب على مواد كيميائية نباتية يمكن أن تعزي صحة الأسنان واللتا ومن بين هذه المواد الكيميائية حمض أولينوليكا وحمض ليلونيكا حيث تقاوم البكتيريا في فمك التي تؤدي إلى تسوس الأسنان أغلب النساء تواجه في مرحلة ما من الحياة مشكلات متعلقة بالحيظة مثل عدم تظام الدورة الشهرية ومتلازمة تكيس المبايير وغيرها وشرب الحليب بالسبب وبالأخص على الرئيق يمكن أن يساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيظة بالإضافة إلى ذلك يساعد أيضا لتحسين التوازل هرموني في الجسم وتقليل تقنصات الدورة الشهرية مشروب الحليب بالسبب غني بالمواد الغذائية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور وغيرها من المواد التي تدعم نمو الجنين ويوفر طاقة سريعة إلى جانب العديد من الفوئذ الصحية للأم والطفل ومع ذلك يجب تناوله بكيمية معتدلة للبقاء على صحة جيدة وتجنب أي مضعفات وينبغي تجنبه إذا شخصت إصابة الحامل ببانة سكري يحتوي مشروب الزبيب مع الحليب على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم مثل البوتاسيوم والفيتامين بي والسوديوم حيث تفيد الجهاز العصبي وتقيه من الأمراض المختلفة اشتركوا في القناة